اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل لديك حركة وكذا ما هيك؟ من الهيام اوكي، يعني غنية فرحة وكذا ما هيك بس انت سيئة بانه البست الفستان وخلصت و جايب السكربينة امو جايبين لكيها اصغر بشي بشي نمرتين و هالقات كعب ما تعرفت مشي فيها عرفتين؟ يعني فيتة و خايفة وقع بس مضطرة تعملي حركاتك اوكي؟ ونحن هونش خمسة الاف شخص قاعدين يعني ما في مزح صغيرة ع اجريك و عالية كتير و مضايق فيها كتير بس ما بديك تفرجينها انو مضايق فيها بس فيه اغانيك انا عم بجاني الى ازوجي مسلا انا اتلع فيكوا وانانو اه اي 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 اتلع نحن ما تفرجتينا انو انت موجوعة و خايفة بساة الوقت حسناً هناك أبشعة مننا هذه الكاربينة الصغيرة على الأجاب يال دعني قلبي صار بأمرك خليني خفى على أمك بدي أفرح فيك وردت عمري وحقي شمك وخفى عليك واعتلهمك لو في غير لك اسمك حبيبي سميك من اليوم أنت قيل من اليوم من اليوم ملكك أنا من اليوم بيد المحبس اللبسني وحميني بحضنك وحروسني عمري ابتدى من اليوم عمري ابتدى من اليوم شكراً 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 أشعر لأنه ما تمنى ريئة تنفعل تعطي صريخ لا تنفعل هايدي شغلة كتير خطرة عند المغنية لأنه بس يصرق بين بح القرار عنده رايح من ورا البحة فوق بلشت تشد صعيفة تحت وعم بتظهر صوتها لبرا بس متل ما قلت ما ديل ما تظهره يكون انفلوبيه الواحد يستمخ شو عم بيسمع بيعصب لأنه عم بتصرق هدا كل هيدا الاشياء بدأ انه ينشغله بالصفوف تتصير تغني طبيعية حنان كمان بمطرح من المطارح بتشبه حالة يعني هي شخصية بدنا نفهمها هيك هي هيك هي هالبنت هيك شكلا شخصيتها صوتها هي هيك بدنا نشتغل عليها هيك يعني هالقد مش معناتها انو هالقد قليل او هالقد كتير لا بس هي عندها هالحضور الحلو المميز عم بتحاول متل ما حاولت بالبرايم انو تكون هيك حركة لذيذة كذا بدنا نساعدها انو هالمحاولات ما ترجع عنهم يعني ما نبهدلها لأنو يمكن ما يزبطوا من اول مرة يمكن لأنو هود صغار يمكن ما يزبطوا يعني عم تحاول مع شادية حاولي تعمل حركة بتشبه شادية يمكن ما تزبط ضغري يمكن من اول مرة مش زابطة بس ما عليش بينعطى فرصة لهالبنت لأنو عندها من الحضور والشكل والدحكة الحلوة والصوت التامر الحلو ما يكفي انو واحد يعطيها فرصة انو يساعدها يعني اليوم مثلا ما تجيوبت معي بالفكرة انو قفت عروس صبيعة بس هيدا الفارق مثلا بين نسيم وبينه مثلا نسيم بروح للقصة الاخر هيدا اللي كنت عم قوله مش معني انته هي ما عندها شغف بس يمكن هلا بعد ما عندها جرأة انو تعمل حالة رح توقع اكيد فيها كانت تعملون بس هوا بدوا الجرأة انا بشوف انو اذا بنعطالها ثقة بالنفس واقل خجل بتعطي كتير حنان بالنسبة لحنان ما حسستني ابدا بالطلبتي يعني بغض النظر عن الموضوع انو موجوعة من السكاربينة او لا انا حسيت عم تعمل جهد لتغني اح افضل من البرائم لانو بصراحة بالبرائم حضورة كان حلو بس الاغنية ما كتير انا عطني بالبرائم فبالتالي حسيت هيك عطليني هم انو بده تغني بافضل طريقة ويمكن مش ان هيك مراحت باللعبة لالاخر خافت انو الحركة او اي شيء يزعزعلى اللي كانت اتمرنت عليه بالنسبة للصوت انا بلاقي دماش انو غنيت قليل يعني كان لازم بتغني اكتر تتخلينا نشبع اكتر ونغض النظر شوي عن اللي ما رقب البرائم كاغنى برجع بكرر بس انو حضورة كتير حلو وهي عندها حنية وعندها هيك شيء بصوتها يمكن مش هالصوت الكبير ولكن هالصوت الحنون وهالشكل الحلو يلي انا بالنسبة لقالي كمان مشروع نجمة كيف محمد عباس بالصبيين نفس الشيء بحنان عندها خصوصيته اذا شغل عليها على هيدول الاشياء اللي بما يزولة لقلها ممكن تشئ طريق خاص فيها وتنجح فيه كتير ولكن احنا هون بالاكاديمي بدنا اكتر على كل الاصعيدة بدنا اكتر انا بشوف انو حنان عندها طابع كتير حلو بصوته وعندها شكل كتير حلو وعندها شخصية كتير حلوة بس متل ما عندها ضعف بصوته لازم نشتغل عليه عندها ضعف شوي بالكاراكتره بالشخصية واللي هو الخوف يعني الخوف عم بيأثر عليها درجة انو يشوه كل الموضوع ويروح كل الشغل دعان يعني نحنا بالبرايم شغلين على غنية كتير لبقتلة وكتير مهضومة وكتير لازيزة فيها وصلنا من قد مخيفانة انو ما تغنية متل ما لازم بالوقت ياللي على شكلها بيان انو هي مرتاحة ومبسوطة يعني خبت خوفها بدحكتها وبيشكلها بقى ما عارفوا الناس انو هي خافت مشان هيك ما غنية منيح بقى انا بشوف انو لازم كتير كتير تشتغل على شخصيتها تما بقى يخلي خوفها يأثر عليها ويمنعها انو تغني حلو اشتركوا في القناة